سنتان بالتمام مرتا على آخر زيارة لكاميرا الشروق لقرية المهذبة ببلدي الثلاث دوائر بالمدية وكأن عجلة الزمان قد توقفت هنا لا شيء تغير منذ ذلك الوقت حتى الحمير ذاتها لا تزال وسيلة النقل الوحيدة في جلب المياه لكل منزل بدائية تهميش وحرمان لا يمكن وصفه بأي تعبير لا مشاريع تلموية جديدة تلوح في الأفق ولا القديم منها اكتمل مشاكل أرقت السكان الذين لم يستطعوا حتى هجران المنطقة ليست وحدها قرية المهذبة من تعاني كل هذا التحميش والتخلف بل مثيلاتها بولاية سلمدية الكثير فمتى يتحرك المسؤولون عن هذه الولاية لانتشالها من كل هذا التخلف